في ظل تطورات الوضعية الوبائية للجائحة على مستوى مدينة مراكش قمت السلطات المحلية بإطلاق عملية مكثفة للتحسيس بخطورة انتشار فيروس كورونا المستجد وذكر بلاغ لولاية جهة مراكش آسفي أن هذه العمليات التحسيسية التي تم إطلاقها لتعليمات وتتبع مباشر من والي الجهة وعمل عمالة مراكش تروم التوعية بأهمية الالتزام الجماعي والاحترام التام للتدابير الوقائية التي فرضتها السلطات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وبهذه المناسبة وأمام بعض التراخ المسجل أخيرا عند بعض ساكنة المدينة الحمراء فإن مصالح الولاية جددت نداءها لساكنة عمالة مراكش بضرورة الالتزام التام بالتدابير الوقائية المعتمدة ويتعلق الأمر بغسل اليدين باستمرار والوضع الإجباري للكمامة بشكل صحيح والتباعد الاجتماعي مع الحفاظ على مسافة الأمان فضلا عن الحد من التنقلات إلا للضرورة القصوى والتفدي بعض الظواهر السلبية التي تساهم في تفشي الوباء خاصة تجمعات الشباب بمداخل الأزقة والأحياء لصون سلامتهم الصحية وسلامة عائلاتهم وأقاربهم وأشار المصدر ذاته إلى أنه موازات مع جهود التوعية تقرر تكثيف عمليات المراقبة من طرف المصالح المختصة لزجر كل المخالفات لما تشكله من خطر على الصحة العامة وذلك وفق الضوابط القانونية فضلا عن تكثيف المراقبة على التنقلات على مستوى مداخل المدينة وبين الأحياء